للمزيد من التفاصيل أيضاً بينضم إلينا من فلوريدا الزميلان دانا متحة ومحمود السعيد برحب بكم دانا ومحمود ونبتدي بآخر التطورات المتعلقة بهذا القمر نايل سات 301 إيه آخر التطورات فيما يتعلق بالقمر؟ أهلاً بك شادي أهلاً بكم بك ريهام نحن بالفعل الآن في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية لتغطية كما ذكرت شادي الحادث المهم والكبير جداً وهو إطلاق القمر الصناعي المصري 301 بما يحمله طبعاً من قدرات هائلة تمكنه من تعزيز قدرات منظومة الإعلام المصري الكل هنا في حالة تأهب الكل هنا في حالة استعداد وتأهب لإطلاق هذا القمر الصناعي المصري تم بالفعل تحديد موعد إطلاق هذا القمر الصناعي وهو بالغد الثامن من شهر يونيو لعام 2022 كما ذكرت لك هناك حالة من البهجة وأسعادة استعداداً لإطلاق هذا القمر الصناعي بشكل كبير وطبعاً ده بعد انتهاء كافة أعمال التشغيل والاختبار بشكل كبير التي أعقبت طبعاً عملية نقل القمر الصناعي المصري من شركة تالس الفرنسية ومثم تصنيعه إلى قاعدة الإطلاق وهي كيب كنافرل التي تستوى لعملية طبعاً الإطلاق هي شركة سبيس أكس العالمية إذن زي ما قالت ليك شادي زي ما شرحت دانا كمان إحنا في كيب كنافرل زي ما هي بتقول وعشان الناس تستوعب فكرة الأمر 301 إحنا كلنا بنتفرج دلوقتي من خلال الأمر 200 واحد اللي موجود بالفعل في الفضاء واللي بيبث زي ما أنت قلت حوالي 26 هننتقل إن شاء الله لـ 38 ودي أول مرة مش بس هيكون الموضوع عليه علاقة باللي إحنا بنتفرج عليه أو القنوات اللي إنتوا فتحينها للسيدة المشاهدين دلوقتي هيبقى فيه حاجات خاصة بالاتصالات هتقدر توصل لأماكن بعيدة جداً وأماكن كتيرة جداً ده بالنسبة لأمر 301 طبعاً اللي إحنا مستنين إن شاء الله إطلاقه غداً زي ما قالت دانا إحنا لو نشرح للناس أو نرجع معاهم ده الأمر الرابع لمصر موجود كان أول إطلاق لنا سنة 98 وبعدين اللي هو 101 بعدين حصل الإطلاق ليه 102 في سنة 2000 كل أمر بيقعد حوالي 15 سنة في الفضاء الأمر الأولاني 101 قعد حوالي 15 سنة من 98 وخرج فعلاً فيه 2013 أمر اللي طلع بعديه بسنتين في سنة 2000 قعد برضو في المدار لحد 2018 هو عدى لـ 15 سنة وده اللي إحنا بنقوله إن إحنا بيبقى معمول حساب حوالي 3 سنين أو 4 سنين زيادة ودي الحمد لله من كفاءة الأقمار بتاعتنا حتى أمر 201 اللي هو خرج فيه 2010 مكمل يعني هيبقى موجود الأمرين مع بعض إن شاء الله موجودين في الفضاء وهيكمل لحد 2028 لحد ما يبدأ تشغيل الأمر 301 كده محمود يمكن الجدير بالذكر أنه هو سيحل محل ناير سات 200 واحد اللي عمره الافتراضي بينتهي في عام 2028 يحمل العديد من المميزات التي تمكنه من المنافسة بشكل كبير في منطقة البث يذكر أيضاً بأن المدة الزمنية التي استغرقت لإطلاق هذا القمر الصناعي هي كانت حوالي عامين ونصف وكان من المفترض إطلاق هذا القمر الصناعي منذ بداية العام الماضي رولة طبعاً أزمة فيروس كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على العديد من دول العالم بشكل كبير كما ذكرت شادي هو بالفعل يمكن يضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة أهمية دانا عفواً أهمية هذا القمر والمزايا التكنولوجية التي يقدمها لمصر هذا القمر الصناعي صحيح ريهام هو يمتلك العديد من المميزات يمكن بشكل كبير ريهام من أهم هذه المميزات أنه تشمل تغطية دول جنوب القارة الإفريقية بالإضافة طبعاً إلى دول حوض النيل وكل هذا يمكن يواكب توجهات القادة السياسية في مصر بتعزيز وتعميق العلاقات المصرية الإفريقية بشكل كبير وحتى تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ليس فقط كذلك يمكن يقوم بتقديم خدمات الانترنت أو البرودباند انترنت لجمهورية مصر العربية وحتى المناطق النائمة النائعة عفواً التي من الممكن أن تساعد في تقديم خدمات الانترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة وحتى مشروعات البنية التحدية وحقول البترول شرق المتوسط لديه قدرة نفسية أيضاً ريهام في البث وفي الاستقبال ليس فقط كذلك يمكن حتى قدرة هائلة في إمكانية أو مقاومة التشويش عبر الردودات وغيرها طيب محمود يعني احنا ذكرنا أنه يعني هذا القمر يمكن حيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية كانت موجودة في القمر نالسات 200 و1 ولكن ما هي المزايا الأخرى غير القنوات يعني بالتأكيد هناك مهام لهذا القمر الصناعي تكنولوجيا متغيرة طبعاً عن القمر الذي يسبقه ما هي تفاصيل يعني ومواصفات أيضاً القمر الصناعي الجديد نالسات 301 طيب نعم شادي وريهام يعني بالطبع زي ما ذكرته هو بالتأكيد التكنولوجيا كما ذكرت دانا مختلفة في إضافة عدد القنوات هذا جانب من الجوانب الهامة جداً أنه هيضاف لي هذا العدد من القنوات القمرية وعشان أوضح أكثر للمشاهدين القنوات القمرية كل قناة قمرية بتحتوي على عدد قنوات موجودة اللي هي اللي بنتفرج عليها على التلفزيون فعدد القنوات القمرية بتزيد التكنولوجيا اللي موجود فيه طبعاً هي البرودباند اللي كلمت عليها دانا البرودباند هي خدمة قوية جداً للإنترنت يعني عشان أوضح أكثر إيه الخدمة التكنولوجية الهائلة اللي هيقدمها أنه يبقى موجود فيه عدد قنوات كبيرة من البرودباند مثلاً هنيجي نقول بيحصل دلوقتي تطوير في منطقة في الوادي الجديد منطقة صحراوية كان عشان يوصل ده الإنترنت في المنطقة دي أو يتعامل مدرسة جديدة مثلاً موجودة في المناطق إحنا عارفين حياة كريمة والمشروعات المصرية دلوقتي بتوصل لكل المناطق النائية دلوقتي هيقدر أي حد قائم في المشروع زي ما بيدخل مية وبيدخل كهرباء وبيدخل وسائل متعددة تقدر تعيد الحياة للمنطقة دي هيدخل خدمة إنترنت وتواصل عموماً بالكونيكشن بشكل عام ما بين الشركات اللي بتشتغل في الأماكن النائية دي ومع الشركات التانية طبعاً غير خدمة الأفريج كافريج أو السعة التغطية وصلنا لحد جنوب القرى زي ما ذكرت طبعاً دانا وصلنا لآخر بعد ما كنا في منطقة الميناء أو اللي هي الشرق الأوسط فقط بقينا نقدر نوصل لحد أفريقيا وجنوب أفريقيا ده نوع من الأنواع لكن أنا برضو عايز أقول لكم اللي ورانا عشان إحنا ما تكلمناش في ده اللي ورانا دلوقتي موجود هي القاعدة اللي هيتم الإطلاق منها في سبيس إكس أو اللي تبع مع ناسا والتواصل مع ناسا إحنا موجودين فعلاً بالقرب منها يمكن عدد من الكيلوات ده اللي هيبقى موجود فيه وإن شاء الله كمان نقدر ننقلكم ده وأكيد بالتأكيد حيكون فيه لقاءات مع العاملين ومهندسين من سبيس إكس ومن تاليس ألينا الشركة المصنعة ويمكن إحنا ما تكلمناش عن ده محمود عايز أضيف أيضاً نقطة أخيرة من أهم مميزات أيضاً هذا القمر الصناعي اللي سيكون هناك تكامل بشكل كبير مع هذا النايل ساتة 301 مع القمر طيبة واحد والذي تم إطلاقه بالفعل في شهر نوبمبر الماضي لذلك ستكون مصر قادرة بشكل كبير شادي ورهام على تعزيز الإنترنت الفضائي لهذه القمرين الصناعين الآن الكلمة تعود إلى كي رهام وشادي نحن نشكركم شكراً جزيلاً دانا متحة ومحمود السعيد اللي موجودين في فلوريدا لمشاهدة يعني إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نال ساتة 301 نحن هنا في أكسترانيوز طبعاً هنتابع إطلاق الأمر لحظة بلحظة أكيد يا شادي إن شاء الله لكل طبعاً أستاذ المشاهدين تابعوا معنا التغطية الخاصة بهذا الإطلاق الهام